بسهر خير أعلم بحضراتكم في حلقة جديدة من الحياة اليوم ألف مبروك لمصر ألف مبروك لمصر انتهت الانتخابات الرئاسية وقامت الهائة الوطنية للانتخابات بالإعلان عن فوز السيد عبد الفتاح السيسي بمنصب رئيس الجمهورية في انتخابات رئاسة الجمهورية عشرين أربعة وعشرين الهائة الوطنية للانتخابات تحدثت عن الأعداد بالتفصيل وتكتشفهم أن في مؤتمر الصحفي للإعلان عن الأعداد بالتفصيل أن بعض الأرقام التي توقعها البعض لم تكن صحيحة ولكن بعد الحساب النهائي لأصوات الناخبين والأصوات المختلفة أصبحت النسب واضحة من الهيئة الوطنية للانتخابات وتم الإعلان عنها خلوني أكلمكم عن الانتخابات الرئاسية على فكرة ومضى واضح جدا جدا ومنذ البداية أن الأقرب إلى الفوز كان عبد الفتاح السيسي حاجة واضحة ولكن هل احنا كسبنا حاجة من إجراء هذه الانتخابات الرئاسية احنا كسبنا كتير جدا مصر كلها كسبت كتير جدا جدا لأنك لم تكن تتوقع ومعظم الناس اللي كانت خرجة تقطن في مأديف مصر رقم واحد أنت عملت الانتخابات في أجواء عاملة إزاي؟ ده رقم واحد أساسا يعني بسم الله الرحمن الرحيم هو في حد يعمل انتخابات في التوقيتات اللي عاملة كده والدنيا مولعة أه عملنا وكنا عاملينها قبل كده لو تفتكروا نمرة اتنين أنه عندما دع الرئيس إلى المشاركة وإلى فتح الحياة السياسية والحزبية وبدأنا الحوار الوطني لم يكن أحد يتوقع أن تقف مؤسسات الدولة بما فيهم أنا شخصيا على هذه المسافة والحياد من كل المرشحين أنا ما كنتش متخيل ده وبرضو مرة أخرى حقول لحضراتكم بالتأكيد ما زالت هناك ثقافة نحتاجة أن نتخلص منها في انتخابات قادمة مش هتحصل في يوم وليلة زي بالضبط كده الفساد في المحليات اللي احنا عاديين نحارب فيه ونحاول معاه ولا ينتهي ولازم كل شوية تحاول تجد الدماء وتجدد ثقافة ولكن هل كنت تتوقع أن ترى هذه الصورة هل كنت تتوقع أن انت تصل إلى مرحلة أن يخرج أصوات ويخرج مرشحين ويمكن البعض بيطلق عليهم يعني ألفاز مختلفة وهم عارفين هم طبعا ماشي فاني أنا عارف أن أنا هخسر ولكنني داخل أمارس خدوا بالكم أمارس الحق في أن يكون هناك أكثر من رؤية وأكثر من خطة وأكثر من توجه مختلف سياسيا أمام الناخب المصري واتحركوا في ظل ما يحدث من أجواء وإدروا منهم يحصلوا على أصوات معاكم أنها لم تكن أصوات كثيرة ولكن هم نفسهم الهالة الوطنية نفسها فجئت كل الحملات بما فيها حملة عبدالفتاح السيسي جالها مفاجأة الأحزاب المشاركة جالها مفاجأة أن المواطن المصري تحرك إلى سندوق الإقتراع وعدنا طول فترة التغطية بتاعتنا إحنا بنغطي حاجة واحدة أساسية هو إيه اللي نزل الناس بهذه الكثافة خدوا بالكم الناس كانت هتنزل هتنزل إنما الكثافة دي جائت منين إذن هناك تحرك في الشرع المصري لأنه بدأ يثق أولا هو يبحث عن الأمن والأمان وخلينا نكون واضحين أن البعد بتاع الأمن الوطني المصري عمل زخم في هذه الحملة الانتخابية لأن المواطن بدأ ينظر إلى مرشح إزاي هو مين سيستطيع أن ياخذ قرار في ظل أزمة زي الأزمة اللي شغال الوقتي مين اللي يقدر يعمل الحسابات بتاعة المتربسين واللي بيحضروا لنا كذا واللي بيضغطوا علينا اقتصاديا ومين كذا ومين كذا ومين كذا ففجأة تكتشف أن الشعب المصري كله وقف صف واحد وقف صف واحد مش وراء عبد الفتاح السيسي على فكرة هو وقف صف واحد وراء مصر واللي عبر عن مصر كان عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي بقى وانا حشيرت كلمة بقى الرئيس وغيره وغيره وعبد الفتاح السيسي يشعرك أحيانا أنه هو خارج من جنبك عالكنبة واخد هذا المنصب وهو فاهم انت بتفكر في ايه والدنيا ماشي ازاي وكاشف حاجات كتير واحيانا أخرى يشعرك بالوش الخشب لما يطلع في الأزمات أن الراجل ده فاهم كويس جدا بيخاطب مين وبيخاطبه ازاي وهو ده اللي كان بالناخب المصري بيدور عليه بغض النظر أنا مش هحلل وحقول كتير أنا اللي هرجعكم ليه الفكرة الأساسية اللي بدأت بيها البرنامج اللي كسب في الليلة دي كلها مصر اللي كسب في الليلة دي كلها مصر رقم واحد الشعب المصري رقم واحد ثم كل الأحزاب السياسية وكل الناس اللي كانت بتتعامل في محيط السياسة المصرية قدامكم مكسب يمسيكوا في بيديكم واثنانكم ليه؟ لأنه لن يستطيع أن يترجع عنه أحد فأصبحت أنت الوحيد الآن اللي قدامك هذا المكسب حتى تتحرك في هذه الأرض الخصبة محدش قالك وانت بتتكلم عن اليسار وأهمية كذا وبتهاجم وتنتقد قرارات اتخذها الرئيس عبدالفتاح السياسي في نفس الزمن ده محدش طلع قالك انت بتقول ايه وبتقوله ليه في الإعلام انت أخدت مساحتك اللي كنت تتوقعها واكتر منها الميديا اللي طلعتهم الشركة المتحدة والقنوات الأخرى اللي اهتمت بالمرشحين كل ده يعتبر دعاية ويعتبر نشر الفكرة الأساسية وهي أن التعددية الحزبية أمره متوقع وأن المعارضة مش كخة ولا وحرام ولا عيب ولا خيانة وطن لأول مرة نجد أنفسنا ومنذ زمن أمام انتخابات قد تكون محسومة مرة تانية قد تكون محسومة ولكنها على الأقل عادلة عادلة ليه لأنها أتحت لك الفرصة وهو ده اللي بنى عليك معظم المرشحين اللي نزلوا هذه الانتخابات بنوا علي الفرصة واكتشفوه في الأرض الواقع عندما بدأوا في التطبيق سبكم من انعكاس بعض النتائج على بعض المرشحين ده ما لناش دعوة به على فكرة الانتخابات حتيجي تانية وحتيجي تالت وحتيجي رابع وحتيجي خامس إنما ستذكر هذه الانتخابات دائما على أنها كانت الخطوة الأولى هو ما قالكش احنا نطينا وبقينا في الدور العاشر هو قالك الخطوات الأولى في تطوير الملف السياسي وقالها من سنتين تقريبا من سنة وشوية وقالك ان احنا سنبدأ في تطوير الملف السياسي في الفطار الأسرة المصرية الذي تأخر كثيرا رئيس دولة بيعترف أمام جموع الشعب المصري وأدام جموع السياسيين أن الملف السياسي لم يحدث فيه تطوير وأنه تأخر كثيرا ولكننا نريد أن نفعل هذا